مرحبا بكم مشاهدينا من يديد ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفي حلقة كل أحد لنا مكالمة مع مركز الشارقة للاتصال الحكومي بالمنطقة الشرقية اللي يعتبر منصة لتزويدنا بأجندة الفعاليات الموجودة في هذه المنطقة للتعرف مشاهدينا على جدول الفعاليات هذا الأسبوع التي ستنطلق في المنطقة الشرقية معنا عبر الهاتف في الأستاذة خديجة خميس قسوم النقبي رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في مركز الشارقة للاتصال صبحت الله بالخير أستاذة خديجة صبحكم الله بالنور والسرور عزيزتي حياة شاء الله معنا يا مرحبا حياة الله عزيزتي طبعا أستاذة خديجة مثل ما عود للمشاهدين في كل أسبوع يكون معنا تواصلوا إياكم ونعرف من خلالكم أهم الفعاليات التي تكون موجودة في المنطقة الشرقية بمختلف مدنها فعرفيننا بجدول فعاليات الزاخر في المنطقة الشرقية هذا الأسبوع إن شاء الله نتوقع على بسم الله نقول ببداية ببركز الشاقة الصال التابع للمكتب الإعلام حكومة الشارقة نرحب بالقناة المتميزة قناة الشرقية من كلباء التي تهتم بالأسرة وتعزز قيمها الأصيلة وتصلت الضوء على المرأة وإدوارها واحتياجاتها من خلال برامجها المتنوعة نرحب بالمتابعين الكرام حياة شاء الله بما أن هذا الشهر شهر متميز للمرأة والأسرة بشكل عام نستهل أول فعالية هي من فعاليات حملة الوطن الأسرة الأسرة أمان يريدها سلطان سيتم تنظيم حلقة نقاشية إن شاء الله في جامعة الشارقة فرع كلباء يوم الثلاثاء الثالث من مارس الثاعة العاشرة صباحا المناقشة في موضوعات خاصة وأيضا القيم التي تسخرها هذه الحملة نعم أيضا إن شاء الله وبمناسبة الأسرة والركن الأساسي منها اللي هي المرأة يستضيف إن شاء الله أيضا مدينة كلباء تستضيف ببناسبة يوم المرأة العالمي مجموعة من السيدات المتميزات من الدول العربية تنظيم هيئة الشارقة الكتاب نعم ونكم قرهات رح يكون برعاية حضور الشيخ هيثم السقف القاسمين أبرئيس كتاب سمو الحاكم حفظه الله رح يكون إن شاء الله في قاعد قصر المودة اللي هو السدرة يوم إن شاء الله الخميس الخامس من مارس من الساعة التاسعة والنص صباحا وحتى الواحدة ظهرا إن شاء الله أما في مدينة خورفكان في الصرائع على السيدات زيارة معرض بازار عوشة 2020 اللي يتضمن أفخم دور الأزياء وتصميم العباءات والجلابيات والفساتين سيكون إن شاء الله من يوم الأربعاء الرابع من مارس وحتى السابع من مارس يوم السبت من الفترة المسائية الرابع عصرا إلى العاشرة مساء في مركز إكسبو خورفكان وهذا المعرض متخصص في السيدات فقط ويتضمن عروض ومنها إن شاء الله فرصة لربح جائزة وتذكر السفر إلى مدينة طباب لندن معرض مميز إن شاء الله إن شاء الله وبهذا المناسبة نهاية الجولة السريعة ندعو الأخوة والأخوات أبناء المنطقة الشرقية من الطلبة والموظفين والمهتمين في مجال التواصل والإعلام حضور فعاليات الحدث الأبرز إعلاميا على مستوى الدولة وإمارة الشارقة وهو المنتدى دول الإتصال الحكومي في نسخته العاشرة سيقام في مركز إكسبو الشارقة يومي الأربعة والخميس الرابع والخامس من المارس يتضمن حوارات وجلسات وهذه فرصة مهمة جدا للطلبة والموظفين المهتمين في مجال الإعلام وأيضا التكنولوجيا لزيارة هذا المنتدى والاشتراك في ورشاته إن شاء الله جميل يعني اللي لاحظت أستاذ خديجة يعني جميع الأنشطة والفعاليات هي في هذا الأسبوع متعلقة أو مخصصة للمرأة بجانب منتدى الاتصال الحكومي طيب أستاذ خديجة كيف ممكن للجمهور أنهم يتواصلون معاكم؟ كيف ممكن للجهات أيضا الحكومية حتى تنجح مثل هذه الفعاليات والأنشطة أيضا الانضمام إلى هذا المركز والتواصل معاكم؟ إن شاء الله شكرا للسؤال للأستثار الجديد عزيزتي عايشة. نحن متواجدين إن شاء الله لخدمة الجمهور سواء من الجمهور العام اللي حابة يستفسر عن الفعاليات وأيضا الجمهور اللي هم موظفين ومنظمين للفعاليات التواصل معنا عبر الوسائل المتعددة التي تناسبهم وسائل تواصل إشتماعيين؟ الرقم المجاني 800-800 نحن متواجدين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وأيضا للتواصل عبر المراسلات عبر الموقع الإلكتروني شارجة event.ae أو عبر الرسالة النصية القصيرة 3935 وأيضا اللي يقول البريد الإلكتروني المباشر scc-onfo-at-contact-sg.ae نعم يعني مو شاء الله موفرين أكثر من طريقة ممكن أن الجمهور يتواصلون معاكم فيها. والشيء الجميل المعروف عنكم أيضا أستاذة خديجة يعني مركز الاتصال دائما من يعني المؤسسات السريعة بالرد على استفسارات الناس واستفسارات الجمهور فيعطيكم ألف عافية والله قويكم إن شاء الله على كل الفعاليات الناجحة التي تنظمونها. شكرا أستاذة خديجة. كذلك وأتمنى لكم إن شاء الله أسبوع جميل وكل عام وأنتم بخير باعتباركم إن شاء الله تمثلون النساء والمرأة إن شاء الله في هذا الوقت. صح والسلامة. فيعطيت ألف عافية أستاذة خديجة. يتوقع هذا الأسبوع أسبوع المرأة يعني يعني هذا الأسبوع ملي بالفعاليات المميزة والخاصة بالمرأة. والحلو أن في كل مدينة بيكون فيه فعاليات مميزة أيضا. وكيد كاميرت برنامج السباح الشرقية بتروح ترصد هذه الأجوال الجميلة. ويستاهلون العنصر النسائي بمثل هذه الأنشطة والفعاليات. نعم يا عيشة. طبعا مشاهدين بعد ما تعرفنا على أبرز الفعاليات الموجودة في المنطقة الشرقية يعطيها ألف عافية أستاذة خديجة. مستكملين معكم فقراتنا الأخرى تحت شعار إلعب وابتكر نظم مركز الطفل بدبا الحصن مهرجان كرة القدم فيه الكثير من التفاصيل والفعاليات المميزة اللي بنتعرف عليها إن شاء الله وياكم مشاهدينا في التقرير التالي. نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بالتعاون مع مركز الطفل بمدينة دبا الحصن في مقر المركز. مجموعة من الفعاليات بهدف إخراج الطاقات لدى الأطفال منها فعالية إلعب وابتكر. شارك لاعبين نادي في التحديات مع اللاعبين الأطفال فتم توزيعهم على فرق مختلفة. وذلك لاكتشاف مواهبهم وتحفيزهم على ممارسة كرة القدم. وجعل الرياضة أسلوب حياة مليئا بالنشاط والحيوية بدلا من الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية. تأتي هذه المشاركة في هذا الشهر والشهر الذي طبعا دائما نعتز به هو شهر الابتكار بتوثيق التواصل ما بين المؤسسات المجتمعية بين النادي والمركز. وأيضا لتكون هناك تواجد الجمهور من أولياء الأمور ومن الأطفال لتعرف على الأقسام المركز المختلفة ومساراته المختلفة في مركز الطفل. وطبعا اللاعب وابتكر هذه مبادرة جميلة. طبعا استمرت لثلاثة أيام اليوم طبعا النشاط الرياضي لكرة القدم. شايفين طبعا مدارس الكرة في نادي دبل حصن مع أطفال مركز الطفل في دبل حصن يشاركون في المباراة الودية. وأيضا على هامش هذا المهرجان تقام ورش فنية فيها نوع من الابتكار لتعزيز الطفل وطبعا تعريفه بشهر الابتكار ولا بد أن يكون أيضا الابتكار حاضر ومو فقط بمجال الأجهزة وغيره حتى فالرسم يكون فيه إبداع وابتكار. شملت الفعاليات تعليم الأطفال الرسم والذي يعتبر متعة كبيرة تساهم في تعزيز رغبة الطفل على الإبداع كما أنه وسيلة للتسلية والمتعة لتنمية مهاراتهم العقلية وتغذية روح الاستطلاع لديهم. تهتف فعالية إلعب وابتكر إلى تنمية القدرات التنافسية وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة ودائمة تساهم بدورها في رفعة دولة الإمارات مراكز أطفال الشارقة مشاهدين بكل فروعها الموزعة على مدن إمارة الشارقة تتميز دائما بالفعاليات الهادفة والفعاليات المميزة التي تنظم دائما لمنتسبيها الأطفال وتوفر لهم أيضا بيئة مناسبة تساعدهم على الإبداع وابتكار إلى جانب أكيد سقل شخصياتهم ومهاراتهم وكأوى جعل هؤلاء الأطفال أطفال مبدعين مبتكرين دون شخصية متكلمين ومتحدثين يعني دائما حتى نحن لما نستضيف الأطفال المميزين من المدارس يقولون أن نحن منتسبين لمثل هذه المراكز مشاهدين بما أن اليوم الأول من مارس يصادف اليوم العالمي للدفاع المدني إذ يحتفل العالم بإنجاز وتضحية كل فرد يعمل في هذا المجال من مبر صباح شرقية نوجه تحية تقدير لرجال الأطفال الذين يبدلون جهود كبيرة للحفاظ على حياتنا دعونا نتابع هذا التقرير الخاص بهذا الموضوع يقدم رجال الدفاع المدني في كل يوم رسائل إنسانية نبيلة تتمثل في حماية المجتمع وممتلكاته والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شط الأخطار والطوارئ لجعله واحة من الأمن والأمان يؤدون مهامهم الصعبة على مدار الساعة ويعيشون لحظات الخطر حتى يوفرون لغيرهم الأمان مهمة الدفاع المدني تقوم على رسالة هادفة لخدمة الوطن وحماية مكتسباته والحفاظ على أمن وأمان المجتمع لذا فإن عمل رجل الدفاع المدني يجعله قريبا من نبض الناس وآلامهم يقدم جهاز الدفاع المدني خدمات كثيرة للمواطنين والدولة ككل ومن أبرزها تنظب قواعد الأمن والسلامة للمواطنين ودورات تدريبية للأطفال كما ينشئ مجموعة تشكيلات للدفاع المدني تتمتع بخبرة كبيرة في كثير من التخصصات والمدربين على مستويات عالية تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير المميز نبارك أيضا لرجال الدفاع المدني بهذا اليوم المميز ونقدر أيضا جميع جهودهم التي دائما يبذلونها في حماية الأفراد والمجتمعات طبعا مشاهدينا مستمرين معكم رح نتكلم عن موضوع مهم والذي هو القراءة التي دائما نعتبرها هي درة المعرفة في محيط الأسرة وهي أيضا من الأمور الحياتية التي دائما يحتاجها الإنسان وهي تساعد الأفراد في اكتساب المهارات واستثمار القدرات الشخصية وأيضا القدرات العقلية وتساعدها على تطويرها بالشكل المناسب رح نتكلم أكثر مشاهدينا عن كيفية تعزيز القراءة في الأسرة مع ضيفنا اليوم في صباح الشرقية الأستاذ طلال حافظ درويش مستشار أسري وتربوي صبحك الله بالخير ويهلا فيك معنا أستاذ طلال صباح النور والسرور صباح الود والمحبة صباح الإيجابية صباح الإيجابية يا سلام على هذه الوجوهة الطيبة تسلم أستاذي في البداية اليوم أستاذي أكيد اليوم حلقتنا أيضا بتكون إيجابية من خلال موضوعها المميز إن شاء الله القراءة وتعزيز القراءة لدى أفراد المجتمع أستاذي في البداية هو موضوع جدا مهم كيف نجعل هذه القراءة ثقافة ممكن هذه الثقافة تكون في البداية حتى تعمل أفراد المجتمع من الأسرة فكيف نجعل هذه القراءة وهذه القراءة ثقافة لدى أفراد الأسرة قبل أن أجيب على هذا السؤال الجميل والهام جدا دعيني أصبح على مستمعين ومشاهدين الكرام على طريقة خاصة فضل أقول لكل صباح مفتاح ربما كلمة فنجان قهوة ابتسامة وردة أو محادثة ابحثوا عن تلك المفاتيح لا تحرموا أنفسكم من متعة وجمال الصباح يا سلام الله عليك صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح صباحكم محبة وأمل وسعادة يا سلام عليك صراحة استطرال أنت من دخلت نحن نقول خذنا جرعة إيجابية منك فصباحك إيجابي إن شاء الله أتمنى أن أكون دائما رسول فرح رسول محبة رسول أمل أبعث الأمل أبعث المحبة أبعث السعادة يا سلام في قلوب كل من ألتقي بهم أو أن أخاطبهم الله عليك والسعادة أكيد تأتي من أيضا هذه العبارات الجميلة والثقافة ممكن أيضا في رابط بين السعادة والثقافة والقراءة استاذي فلت لو نتطرق لهذا الموضوع بما أنك ذكرت السعادة والإيجابية والفرح أيضا بدأ المقدمة بكلمة المقدمة الصباحية التي بدأت فيها استرطلال كانت بدايتها بالكلمة نعم ربما كلمة ربما كلمة يعني التقافة موجودة في كل أمور حياتنا وفي البدء كانت الكلمة وقال تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نعم فلنعود ألسنتنا على الكلمة الطيبة التي ندخل بها أو من خلالها إلى قلوب وعقول الناس بروحة يبالة فقرة ويبالة حلقة كاملة عن الكلمة الطيبة لكن اليوم حديثنا عن الثقافة استاذ والقراءة دعنا نبدأها بالثقافة كيف ممكننا نعزز مفهوم الثقافة القراءة بشكل خاص لدى أفراد المجتمع ممكن تكون حتى لدى الأطفال هذا المفهوم سيدتي هذا حلقات متكاملة البداية تكون بالأسرة لا يمكن للطفل الذي ينمو ويترعرع أن يحب القراءة أو أن يعشق القراءة إذا لم يجد حوله من يقرأ صحيح فإذا رأى والده وأمه يقرآن وإخوته يقرؤون فلا بد أن يتأثر بهم أكيد فدور الأسرة دور مهم جدا بأن يتفتح أو تتفتح عيون أبنائهم على القراءة على المطالعة أن يروا في بيتهم كتب أن يروا من يتصفح هذه الكتب من يقرأ هذه الكتب ولا بأس أن يقرأ الأب أو الأم أو الأخوة الكبار على مسامعهم بعض الكلمات من بعض الكتب مما يختارونه ليحببوهم في القراءة نحن في مارة الشارقة ستاب طلال دائما سمو الحاكم يعزز مبدأ القراءة ومبدأ الثقافة ونشوف على مدار السنة في فعاليات كثيرة داعمة للقراءة يعني عندنا الكثير من المكتبات صحيح عندنا المكتبة الشاطئية التي كانت على الشواطئ عندنا المكتبات المتنقلة ومكتبة في كل بيت فيعني نشوف مبادرات كثيرة تشجع الواحد على أنه يدخل في جو الثقافة وجو القراءة لو ينا لي المستويات الصغيرة والعقول الصغيرة كيف أنا أحبب طفلي بالقراءة يعني هناك الكثير من الأساليب اللي ممكن أن أمشي عليها ودخل ابني في جو القراءة لكن عطنا شوي بعض المفاتيح التي تجذب الطفل لعالم القراءة والثقافة كما قلت لك طبعا أولا دور الأهل في أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم في هذا المجال ثانيا من خلال اختيارهم لقصص جميلة تجذب مسامح حلوة ذات حتى أغلفة جميلة لأن الطفل أحيانا يعني يؤخذ بأسماء هذه القصص يعني أن نقدمها على شكل هدية للطفل حتى يشعر أن هذا الكتاب أو هذه القصة هو شيء مميز يقدم وبالتالي أيضا تشجيعهم من خلال المكافآت الحوافز إذا قرأت كتاب سأعطيك كذا وإذا قرأت قصة سأعطيك كذا تشجيع لخص لنا هذه القصة لخص لنا هذا الكتاب حقيقة أساليب مختلفة يعني ينبغي أن يتفنن بها الأب والأم وهي مفتوحة يعني ليس هناك شيء مقنن لكن الأب والأم الأذكياء الذين يملكون يعتمد على الطفل نفسه وميوله وميول الطفل نعم يعني وإن كنا حتى نكون واقعيين للأسف وهذا واقعنا يعني لدى كثير من أطفالنا أو طلابنا مناعة ضد هذه الأمور مناعة يعني ليست بالمناعة لها السبب نحن اليوم نريد أن نتعرف على المفاتيح التي تجذبهم لهذا الموضوع يعني حقيقة نحن وأنا أعمل في مجال التربية منذ زمن طويل حقيقة يعني لا نقصر يعني أنا على مستوى الدولة على مستوى الوزارة لا تقصر في هذا المجال هناك مصابقات كثيرة سواء على مستوى الشارقة أو على مستوى دبي تحدي القراءة مصابقات الكتب والمطالعة والقراءة والتلخيص نعم ونحن الآن نعمل عليها اليوم في هذا اليوم نبهنا الطلاب إلى أن هناك هذا الشهر شهر القراءة أو شهره وهناك أيضا جملة فعاليات يعني حددناها لهذا الشهر حقيقة يعني لكننا نبدل جهدا كبيرا ومضاعفا حتى نقنع الأطفال أو الطلاب بجدوى القراءة جميل يعني ينبغي أن نحن ككبار أن نجسد لهم من خلال سلوكنا ثمرت هذه القراءة صحيح بنتكلم دكتور أستاذ بما أنك اتطرقت لموضوع جدا مهم الذي ثمرت القراءة ما الذي تحكسه القراءة لدى هذا الفرد سواء كانت على المستوى الأسري أو حتى على المستوى المحلي أو المجتمع القراءة سيدتي يعني تسقل شخصية الإنسان تجعل الإنسان أكثر حساسية أكثر إحساس بالجمال إنسان متفتح إنسان منطلق كله نظرة خاصة مختلفة عن الشخص شخصيته قوية أيضا يكون متمكن عندما يتكلم أنا أقول لطلابي يعني نحن لا نريد أن نحن من خلال المدارس أن نلقنكم معلومات وتقدمونها في الامتحان هكذا لكن نحن نريد أن نبني شخصيات أنت غدا ستخرج إلى المجتمع ستكون مدير ستكون قائد بشكل أو بآخر كيف تتحدث مع الآخرين كيف تقنعهم كيف تقف لو توجههم توصل فكرة كل هذا يعتمد على القراءة والمطالعة يعني أنا الآن عندما أتكلم معك هذا الكلام الذي أقوله ليس هكذا وليد يعني بين عشية وضعه هذا أنت تجي التراكم من خبرات من لقائي من مدرسين من استماع من متابعتي لبرامج وأنا مستمع جيد أعتبر نفسي ألتقط الجمال في أي كلام في أي قول ولذلك من الأهمية بمكان أن نقدم له أن هناك للقراءة ثمارا يانعة في حياتك في شخصيتك في أسلوبك الناس تحبك من خلال كلامك الجميل الذي يعتمد على مدى ثقافتك كل هذه الأمور تجعل الإنسان يعني يحب القراءة نعم نجح زلنا شيء استاتيش طبعا يعني لا يجوز أن نمر على القراءة حتى نسمع ما قاله الشعراء والأدباء عن القراءة عن الكتاب حقيقة يعني كانوا يدركون أهمية القراءة فهذا المتنبي على سبيل المثال شاعر العربية الأول يقول أعز مكان في الدنى سرج سابح أي حصان أو خير وخير جليس في الأنام كتابه أما أحمد شوقي أمير الشعراء فيقول أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب صاحب إن عبته أو لم تعب ليس للواجد للصاحب عابة كلما أخلقته جددني وكساني من حلل فضل ثيابة انظر إلى هذا التصوير الجميل صحيح أيضا شاعر آخر يقول نعم الأنيس إذا جلست كتابه نعم الجليس نعم الأنيس إذا خلوت كتابه تلهو به إن خانك الأصحاب لا مفشيا سرا إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصوابه يا سلام أخبر شعراء تغنوا بالقراءة وتغنوا بالثقافة من أجمل الكلمات أيضا كلام كثير قيل عن الشعر أيضا هناك ورد قول جميل جدا قال القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة كيف ذلك؟ قال لأنها تزيد هذه الحياة عمقا وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب يا سلام فهذه الحياة التي هي ستين أو سبعين تجعلها أعمق فتشعر بأن هذه الستين ربما تعادل ستمائة سنة تعطي نظر بعيدة تعطي عمق يعيش الشخص أكثر من عدد سنوات ولذلك عمر الإنسان ليس بهذه السنين التي تمر على كل الناس عمره بما يعي بما يدرك بما يعطي بما ينجز صحيح وهذا لا يتأتل الإنسان إلا من خلال القراءة من خلال الطلاع من خلال الثقافة نعم يعطيك ألف عافية أستاذ طلال صراحة نحن ما ودنا نختم هذه الفقرة الجميلة التي تنوعت بين شعر بين طاقي جابية وبين سعادة وبين ثقافة فيعطيك ألف عافية على هذه الكلمات الجميلة وعلى الكلام الطيب والنصاح أيضا بحول القراءة وكيف نحن نعزز هذا المبدأ في حياتنا فيعطيك ألف عافية لإستاذ طلال حافظ درويش مستشار أسري وتربوي نتمنى لك التوفيق إن شاء الله دعيني أختم اتفضل ختامها مسك ختامها مسك أقول أن تكون قارئا فأنت ومضة على جبين الحياة وأنت ركن أساس في بنية سعادة قادمة يشاركك بها ابن وبنت وزوجة وتراب الوطن إن كنت من الذين خد لهم الزمن فتأبط أي احمل كتابا ففي صحبته الأمل وكل آفاق السعادة وبه تقضي على الضياع والحسرة وبه تغدو خلف آفاق الفرح لترافقوا الكتاب أثناء اليوم فهو نعم الأنيس وليرافقكم ليلا فهو فاتحته حلم جميل يا السلام عليكم من هذه الكلمات الإيجابية ومن هذه الكلمات التجيعية والجمل التجيعية أستاذي كل شكرا لك شكرا على هذه المعلومات المفيدة نتمنى أيضا نحن المشاهدين بالاستفادة من هذه المعلومات وندعو أيضا أولياء الأمور بما أن اليوم حديثنا عن القراءة في الأسرة تحبيب وتجيع أطفالهم على القراءة